عقد محافظ محافظات إقليم سبا اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ مأرب واللواء من العكيم محافظ الجوف والشيخ نائف القيسي محافظ محافظة البيضاء اجتماعا استثنائيا اليوم بعاصمة الإقليم أقروا فيه تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لتدشين العمل الموحد وخلال الاجتماع عبر قادة الإقليم عن تهانيهم الحارة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وأعلن محافظ مأرب أن الاجتماع جاء تماشيا مع الإعلان عن دعوة يوجهها رئيس الجمهورية لاجتماع الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تشرف على تنفيذ تلك المخرجات وددنا أن نلتقي وأن نرحب بهذه المبادئة أو بهذه الخطوة التي يخطوها رئيس الجمهورية والحكومة أيضا في قضية الدعوة للهيئة الدستورية وهذا أمر في غاية الأهمية لأننا أمامنا استعادة الدولة ولدينا مخرجات حوار وطني ولدينا قرارات دولية أممية ولدينا أيضا توجهات وطنية فلابد أن نسعى في تحقيق هذه التوجهات بإذن الله تعالى كما تحدثوا الإخوة المحافظين من جانبه أكد محافظ الجوف أن مخرجات الحوار الوطني اعتمدت الأقاليم كحل إداري مناسب وعادل وهو ما يدشن قادة إقليم سبأ العمل به اليوم وأوضح اللواء العكيمي أن التعاون والتنسيق الذي يجري حاليا منها اجتماع اليوم يكشف عن مدى استعداد إقليم سبأ وقابلية تطبيق مخرجات الحوار الوطني نحن لا نستبق الدستور وإنما نستند على مخرجات الحوار الوطني كما أننا نعرف أن مسود الدستور أرادوا من يريد اليمن أكل صفو اليمن هو من أخر الدستور وكما أننا نعترف ونلتزم أن مخرجات الحوار الوطني هي مكسب لنا وهي خطوة نستند إليها في إقرار ما بدأنا فيه اليوم هذا إلى ذلك أشاد محافظ محافظة البيضاء بجهود محافظي مأرب والجوف في العمل على توحيد الجهود والتنسيق للعمل إلى مستوى إداري عالي مشيدا بالدعم الذي أعلن عنه محافظي الجوف ومأرب لتحرير محافظة البيضاء نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الشيخ سلطان والشيخ أمين نبدأ في بدايات اللبنات للإقليم ونشكر الله سبحانه وتعالى ثم نشكر فخامة الأخ رئيس الجمهورية على تواصلها الدائم المستمر بأن نكون عونا وسندا وكلنا عونا وسندا لمخرجات الحوار الوطني أيضا لقد وعدني الشيخين الفاضلين الشيخ أمين والشيخ سلطان بأن نكون يدا واحدة نحو تحرير محافظة البيضاء وهذه المحافظة المنسية التي ضحت من أول يوم وعاد لا زال الإنقلابيين وبعض أعضاء الحكومة لا زالوا في صنعاء يعد اجتماع قيادة إقليم سبأ وإعلان التنسيق لتدشين العمل بالإقليم هو الأول من نوعه على مستوى الأقاليم الستة التي قرتها مخرجات الحوار الوطني والأول من نوعه على مستوى قيادة الإقليم أيضا كان أبناء إقليم سبأ قد عقدوا في العام 2014 مؤتمرا عاما لهم كاستجابة فورية لمخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون وانقلبت عليها ميليشيا الحوثي وصالح فيما بعد عبدالله أبو سعد قناة سهيل مأرب